السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمل في مشروع المنتدى باستخدام الارفل اذا في هذا الفيديو سنقوم بكل سرعة بانشاء الرجيستر فورم طبعا قمت انا بعمل بعض الاشياء مسبقا يعني حتى نختصر وقت الفيديو اذا قمت بنسخ الكود الخاص باللوغين وقمت هنا باضافته في الرجيستر دوت فيو وفقط قمت ببعض التعديلات قمت باضافة صورة ثانية خاصة بالرجيستر هذه اذا كما قلنا الصور نقوم باضافتها في البابليك نأتي على اليميجيس وهنا ندينا الرجيستر دوت اس فيجي اذا بعدها هنا اذا ندينا سايناب هنا ايضا الصورة فقط حتى يتم وضعها هنا في المنتصف سنقوم باضافة هذا الكلاس هنا سيلف سنتر وايضا هنا عند الضغط على سابميت سنقوم بالمناذات على الرجيستر فانشن او مثل اذا هنا دينا هذا الامبوت الاول الخاص بالنيم اذا كما نعرف هنا نحتاج لان نقوم بتمرير النيم الايميل وايضا الباسورد اذا هذا سوف يكون خاص بالنيم لدينا هذا خاص بالايميل ولدينا هذا خاص بالباسورد وهنا هذا لدينا خاص بالكونفيرميشن لو نعود هنا على الاث كونترولر لو ناتي هنا في الفاليديشن او في الفاليديتور نراحض الباسورد هنا قمنا باضافة هذا الرول كونفيرميد اذا سيتم التحقق من الفاليو الخاصة بالايمبوت الذي يديه النيم باسورد لو نعود هنا على الكود اذا لدينا هنا الامبوت الذي لديه النيم باسورد اذا يتم مطابقته مع الباسورد كونفيرميشن مع الامبوت الذي لديه هذا النيم باسورد كونفيرميشن وهنا لدينا الرجيستر وايضا هنا قمنا بالتغيير اذا هنا اذا كان لدينا حساب يمكن هنا ان نتجه على صفحة اللوغين اما اذا لم يكن لدينا هنا ايضا سنقوم بعمل كرييت اكاونت وسوف يتم تحويلنا على الرجيستر اذا الان هنا اه سنحتاج الى ان نقوم هنا بتعريف هذا الفورم اذا سوف نقوم بتحديد ما هي الامبوت التي نريدها اذا ندينا النيم الايميل الباسورد وايضا الباسورد كونفيرميشن وهنا رابط ما صار الصورة اذا لم نقوم باضافة اي شيء جديد ولدينا هنا هاته الميطود روجيستر اذا لدينا this.forum.post اذا نقوم بالمنادات او عمل ريكوست على هذا ال اي بي اي راوت اذا اي بي اي برجن وان او ثم ما لدينا الرجيستر اذا عندما نقوم بعمل ريكوست سوف يتم تنفيذ لنا هاته الفانكشن هنا اذا بعدها نقوم بعرض الديتا اذا كانت هناك الديتا كان الريكوست نجح اذا سوف نقوم بعرض الديتا وبعدها نقوم بتحويل اليوزر على صفحة اللوغين اما اذا كان هناك ارور فسنقوم بطباعة الارور اذا اذا كان الريكوست صحيح هنا سوف يتم تسجيل لنا اليوزر اذا سوف يتم حفظهم لنا وهذه هي الديتا التي سيتم ارجعها لنا هذا المسيج اما في حالة الخطأ فهنا سوف يتم ارجع لنا هذا الكود الموجود هنا اذا لو نجرب الان اذا نعمل انسبكت اذا نعمل هنا والغوريثم هنا نعمل ايميل موجود مسبقا حتى نرى الارور اذا هذا هذا الايميل موجود مسبقا هنا ايضا نعمل الباسورد ولا نعملها متطابقة اذا نعمل اذا كما نلاحظ هنا الايميل has already been taken لماذا لانه هنا يجب ان يكون وايضا هنا الباسورد غير متوافقة مع هذه الباسورد هنا اذا نعمل هنا one two three four five six هنا ايضا one two three four five six نعمل register اذا كما نلاحظ فقط ما زال ادينا مشكل الايميل وايضا لو نأتي هنا على الكونسول اذا نلاحظ هنا ادينا الستيتوس error وايضا هنا ادينا مجموعة الايرورز اذا تم تنفيذ لنا هذا الكود الموجود هنا الان نعمل هنا ايميل غير موجود نعمل register نلاحظ تم تحويلنا على صفحة اللوجين وايضا لو نلاحظ هنا المسج سكسفولي كرييتد يوزر اذا اا تم تشغيل لنا اذا هذا الفونكشن اذا تم عمل register لاليوزر بعدها تم عمل له save وبعدها هنا تم ارجع لنا على شكل جيسون الان هنا لو نقوم بعمل اذا نلاحظ هنا تم اضافة لنا هذا اليوزر اذا اه هاتي بشكل مختصر يعني لا اريد ان اه اطيل اكثر من هذا هنا في الفرونت انت في اللوجين فورم وايضا الرجيستر فورم سنعود اليهم لاحقا بما انكم تطلبون يعني دروس متقدمة و اه خاصة باللارفل يعني نحن لحد الان هنا تقريبا لا نعمل باللارفل اذا سوف نعود الى اه بعض دروس اللارفل لهذا حاليا سوف نترك كل شيء كما هو يعني لن نقوم باضافة تعديلات اخرى طبعا ما زالت هناك اه تعديلات كثيرة يمكن ان نقوم باضافتها على هذه الفورم لكن نكتفي بهذا القدر وننتقل الى اشياء مهمة لكي نقوم بتغطيتها في اللارفل الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد وطبعا سوف نقوم برفع او سوف نقوم برفع الملفات طبعا نقوم برفعهم الان اذا اثناء معالجتي للفيديو طبعا بعد عملية التسجيل لاحظ بانني لم اتكلم عن بعض الاشياء او التعديلات التي قمت ايضا بعملها في هذا الدرس اذا هنا في الراوبتر لينك او في النافبارة الخاص بنا قمت باضافة راوبتر لينك خاص ب الرجستر اذا نقوم باخذنا على صفحة الرجستر وايضا نحتاج الى تعريف راوبتر خاص بالرجستر اذا نقوم بعمل له ايضا هذا الراوبتر سوف نقوم بتطبيق عليه هذا الميدلوير اذا نعمل نعمل قيت لوق اذا اخر ادرصوا اللسن سكس اذا سوف نعمل قيت اطال بعدها نعمل نعمل قيت كوميت مينس ام نعمل هنا بايست اذا هنا ليسون سابن Working with Register Form وهنا نعمل إذن Get Push Origin Master الآن ننتهي هنا على GitHub مشروعنا على GitHub إذن كما نلاحظ تم إضافة الملفات أو تم إضافة التعديلات الجديدة سأقوم بوضع الرابط أسهل وصف الفيديو كالعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته